أيها السادة لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها لذا فنحن معكم وبكم نتواصل في هذه التغطية احتفاءا وحتفالا بهذه نقلة لقناة الرحمة جانب من الحداثة والمواكبة عزيز المشاهد لأنك تستحق دائما تستحق أن تشاهد الأفضل تستحق أن تكون في الأفضل نحن هنا جميعا خدمة المشاهد الكريم رحبوا معي والسادة في هذه الفقرة وفي هذه الرحلة الطيبة التي نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها بصحبات السادة العلماء الكبار الأزاهرة الأفاضل رحبوا معي لا أقول بضيوف ولكن أصحاب المكان بسيدنا فضلت الدكتور نبيل المرسي من السادة علماء الأزهر الشريف فضلت الدكتور نبيل نورت المكان وأسعت الزمان ومكانك وبيتك ومش جريد عليه حبيبي باسم محمد ربنا أحفظكم وبرك فيكم كل عام وحرائك بخير الله يبرك في حضرتك نرى الله قلبك وأسعادك حبيبي بيزاكم الله خير وإياكم وبركاته كذلك نشرف ونفخر ونفخر بضيفنا معالي الدكتور عبدالله درويش من السادة علماء الأزهر الشريف ومن السادة الأزاهرة الأفاضل سنة الدكتور عبدالله منوردنا كلها أهلا وسهلا بارك الله فيكم أعلم فاضل وله منطق طيب في الدعوة كرمكم الله تعالى وتحفظه جماهير الرحمة حفظا وتعرفه معرفة بارك الله خيرا كل عام وحضرتكم بخير جميعا يا ربا وفي الحقيقة أنا سعيد يعني بوبودي ما أحضرتكم كل عام وحضرتكم بخير وحضرتكم بخير وصحة ويا رب تكونوا دايما في أفضل حل اللهم أعلم فالتو الدكتور بداية قبل أن نشرع في الحديث يعني بشكل تفصلي عن برنيا مجلسنا دكتور نبيل خلينا كده ندعم سامع سادة المشاهدين وقناة الرحمة النهاردة مش جديدة عليها لأن صاحب التاريخ وصاحب الماضي الجيد لابد أن يكون له حاضر جيد جدا ومستقبل ممتاز ولمن يريد أن ينجح دائما فلابد أن يواكب ويطور ويخطط ويمضي وفق آليات جديدة فحق لنا أن نفرح لأنك يعني تستمر كم من قنوات قامت ويعني ونسأل الله الإخلاص عموما وأن يكون هذا العمل متقبلا اللهم أمين يا رب العالمين كلمة حضرتك في البداية لتسأل المشاهدين والجمهور القناة والإدارة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوثي رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد بداية برحب بحضرتك تكشم من زمان ربنا أبارك فيك وإحفاظك أتقبل منكم صالح الأعمال اللهم أمين معالي الدكتور ربنا أحفاظ دكتورنا عبد الله طبعا قبل أن أبدأ في حديثي عن مشوار الرحمة أو ما تفعله الرحمة لجمهرها من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى فطبعا بنشكر بداية السيد محمد الحسان رئيس القناة المبجل أسأل الله عز وجل أن يجعل ما مسعاه وممشاه خيرا له ولمسلمين وما يبذله من جهد وعرق يعني يجعله الله عز وجل في موازين حسناته وتقبل منه سبحانه وتعالى الله أمين أيضا لابد أن نشكر كل فريق العمل خلف الكاميرات الإداريين كل من هو مسؤول أو كل من له بصمة في هذه القناة الطيبة لابد أن يشكر وأن نقول له سعيك مشكور وقزاك الله تعالى خيرا على ما تقدمه وتبذله لخدمة قناة الرحمة أو لخدمة دين الله بصفة عامة نعم ثم نقول أن لكل زمان رجال ولكل مقام مقال ولكل حادث حديث ولكل زمان مفرداته الخاصة به ولذلك أنا أرى أنه من من علامات نجاح المؤسسة أن تواكب العصر الذي تعيش فيه نعم ومن رحمة الله عز وجل على أمته أن دين الإسلام دين يعني يواكب كل العصور يعني ليس هو دين عصر معين كما يعني هو منطق البعض يقول أن هناك أشياء لا تصح أو لا يجوز أن نتكلم بها في هذا الوقت عفى عن هذا الزمان وانتهى هذا كلام خطأ جملة وتفصيلا بل إن خلاف هذا الكلام هو الصواب هو الصواب لأننا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أسس دولة بكل ما تحمله الكلمة من معاني كذلك علم المسلمين كل ما ينفعهم في هذه الحياة سواء في وجود النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد مماته إلى أن تقوم السعوة وأن يرث الله الأرض ومن عليها فمن المنطق جدا جدا بل ومن الأجدر بل وأن قناة الرحمة من القنوات السباقة فما يعني تذكر قناة الرحمة في دا ظني ورأي يعني في أي مكان من العالم الإسلامي إلا ويشر إليها بالبنان وتعرف لأنها منبر علم الناس كثيرا وعلمهم وسطية الدين وعلمهم حب الإسلام بطريقة سهلة ويسيرة تصل إلى بيوت المسلمين وتصل إلى قلوب المسلمين على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم وما إلى ذلك فهذه النقلة النوعية أنا أرى أنها في وقتها بل وأثمن دور أخي الأستاذ محمود زيما قلت لحضرتك ونشد على يديه ونقول له يعني أسأل الله عز وجل أن يسدد رميته وأن يبارك له وأن يقوم وأن يؤذن في الناس كما أمرنا جميعا والله عز وجل تولى البلاغ إن شاء الله عز وجل إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بياننا يعني ماتى وشاف يا دكتور نبي سيدنا دكتور عبدالله في أيضا كلمة البدء ونحن في هذا الاحتفاء وفي هذا الفرح أنصح التعبير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يعني سعيد بقدم حضرتك سعلا واشتراف لي مع فضيلة الدكتور ونبارك لأسرة قناة الرحمة جميعا مشرفا فضيلة الدكتور محمد حسان ومديرا أخونا الفاضل الأستاذ محمود حسان ولكل العاملين في هذه القناة نبارك لهم ونقول كل عام وأنتم بخير جميعا بمناسبة العيد ثم هناك عيد آخر وهو الانتقال والتطوير في القناة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات الجميع وأن يكون هذا التجديد سببا للوصول إلى قلوب الناس وقلوب المشاهدين بهذه الدعوة المباركة الدعوة الوسطية والحقيقة من مميزات قناة الرحمة منذ سنين ومن المميزات التي تذكر لها الاستعانة بعلماء الأزهر بما عرف عنهم من وسطية وفهم واعتدال وتقديرهم لعلماء الأزهر الشريف والتعليم الأزهري وهذا ما تردد مرارا حقيقة على شاشة الرحمة فهذا مما يذكر لها فيشكر والتجديد سنة الحياة يعني لابد من التجديد يوما بعد يوم وعاما بعد عام للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المشاهدين والوصول ليس فقط العدد وإنما كما يقولون الكيف مقدم على الكم وكيف هذا يعني لابد فيه من أولا المراعاة أسس هذا الدين الكريم والوسطية كما نتكلم عنها دائما بعض الناس فهموا خطأا أنه يعني كلما أراد أن يتساهل في شيء قال إن هذا من الوسطية والحقيقة أن الوسطية هي وسط بين يعني شيئين متطرفين والوسطية تعني محاربة التطرف بنوعي تطرف وحمل السلاح على الناس وترويع الآمنين هذا نوع من التطرف المرفوض لا شك وينبغي على الجميع أن يتكاتف في محاربته لكن هناك نوع آخر من التطرف والتطرف العكسي تماما الشدد بقى فكري تماما نعم اللي هو التحلل من الدين جملة وتفصيلا والإهمال في أركان هذا الدين بحجة السهولة والوسطية بل وصل الأمر ببعضهم إلى التحلل من الدين تماما وهو الإلحاد يعني الذي ابتلي به بعض الشباب فالوسطية تعني مقاومة هذين الطرفين لأن في الوسط إن جاء بإذن الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة حياتي لك يا دكتور مبارك الله فيك دكتور نبيل يعني بستشعر في انتقاء برامج فضلتك على شاشة الرحمة إن هي في مجمالها دايما بتكلم في تجديد برضو لأن لما كنت أكلم في تصحيح وفي التصحيح وفي تصحيح مفاهيم وفي كذا هو ده يعني التجديد هو التجديد نفسه يعني فعايزين بقى أن يعرف بقى خاصة وإن فضلتك منذ اللحظة الأولى في تجديد إيه بقى التجديد الجديد نصح التعوير تمام بارك الله فيكم بيكم بارك لا شك أن أشرف موروس ولا يخف على أحد أنه العلم نعم العلم لذلك تجد أن أول ما أنزل على رسول الله عليه السلام هي الدعوة للعلم نقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق من علق ولشرف العلم أباح الله عز وجل الصيد الذي صاده الكلب المعلم دون غيره وكذلك أباح صيد الكلب المعلم نعم ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين خلاص فإذا صاد كلب غير معلم غير معلم لا يؤكل تمام أما الكلب المعلم فيؤكل الصيد خلاص هذا حلال وهذا لا يجوز كذلك تجد أن الرسول عليه السلام علم الأمة أن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولد رهما ولد رهما إنما ورثوا العلم فمن هذا المنطلق ينبغي على من يتصدى للدعوة أو يكون له منبر لا سيما منبر عملاق زي منبر قناة الرحمة أنه يواكب العصر خلاص مخطئ من يظن أن أن الدين جامد الدين جامد زي ما تفضل فضلت الدكتور عبد الله الوسطية بتعني الاعتدال بس يعني بكلمة يسيرة وسهلة الاعتدال وكان أمر النبي عليه السلام كله معتدل يعني عليه الصلاة والسلام كان إذا خير بين أمرين اختار أي صلاة هما ما لم يكن إثما أو حراما خلاص فهذا القيد مهم هذا القيد مهم وأصل الدين التيسير على خلق الله يعني أصل الدين كما يظن يعني لا يعتقد كثير من الناس أن التيسير يأتي بعدما لا يستطيع الإنسان أن يفعل كذا فيأتي التيسير لا هذا ليس صحيحا إنما الأصل التيسير قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر ربنا عز وجل يعني لما توقف حتى عند لفظ اليسر نعم مع العلم أنه لا توقف عنده لا فات لعلم هذا من باب التأكيد نعم فلذلك بنقول أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعى ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتا الشاهد أن من أخذ بتعاليم الله عز وجل وتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم بما في الكتاب والسنة بالفهم الصحيح خلاص اللي بيواكب هذا العصر الذي نعيش فيه اللي زي ما قلت لحضرتك فيه آنفا أن لكل زمان مفرداته يعني بتتغير من وقت لآخر تمام لعلم وفهم ومن يعني أرى أن من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على خلقه نعمة الفهم نعمة الفهم حضرتك ممكن تجيب حديث لرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم توجيه توجيها خاطئا لا يستقيم لا مع الحال ولا مع الوقت ولا مع المتلقي تمام آخر زي فضل الشيخة عبد الله مثلا رب عز وجل أتاه البيان أتاه العلم أتاه الفهم تمام يوظف هذا الحديث بما يتوافق خلاص مع الأحداث التي يعيشها المر أو مع الأحداث العالمية أو مع ما يحب المجتمع ليس بمعزلين عن الواقع ليس معزلين وهو نفس الكلام لم تغير مع مراعاة الأصول مع مراعاة الأصول فنعمة الفهم لدى الداعية هي التي تجعل من منطقه ومن أسلوبه ومن دعوته خلاص بابا يصل به إلى قلوب الناس خلاص بابا نعم فمن هذا المنطلق أنا دايما دايما حتى في محاضراتي في لقاءاتي بقول يا جماعة ما ينفعش أبدا أن الدعية يبقى في وادي والناس في وادي خلاص تتكلم عن الثلاثة الذين أخلفوا تتكلم عن الثلاثة الذين يعني أغلق عليهم الغار تتكلم عن غزوة تبوك تتكلم والمشاهد أو المتلقي لا يفهم شيئا على الإطلاق أنه يتكلمه بمفردات غريبة بألفظ لا يعلمها لا تمثل له تمثيلا من أرض الواقع لا تأتي له مثلا بأشياء يفهمها ويعرفها خلاص ومن هذا المنطلق يبدأ يتفاعل معك لا حاول دايما أنك يعني تترجم دعوتك خلاص إلى ترجمة تصل إلى الناس من خلال حياتهم لما تيجي تتكلم عن احترام التخصص هات أحاديث تدل على التخصص لما تيجي تتكلم عن عورة المسلمين هذا كلام يلائم الواقع وكل موجود أنا دايما بقول يا جماعة معلش أنا أعرف أن الحلقة حوارية فلاش من حقنا نزيد أكتر من لكن أنا بقول إيه بقول لما تيجي تتكلم وتقرأ السيرة أو تقرأ القرآن أو تقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ على أنها نص جامد استخرج منها خلاص قلب النص يمنة واسرة ستجد يعني جواهر ثمينة خلاص تنفعك وتنفع هؤلاء الذين تنقون سواء كانوا يعني آباء أو كانوا أمهات أو كانوا أولاد أو كانوا أطفال كل ما تجد فيه من نصوص القرآن نصوص السنة نصوص السيرة نزيله على أرض الواقع سينتفع الناس به وهذا هو عينه التجديد هذا لكن التجديد إن أنا أحزف نص من النصوص هذا ما أنزل الله يوم سلطان وهذا مخالف مخالف للعرف ومخالف للشرع ومخالف للأصول ومخالف لما قاله الفقهاء لا التجديد أن تجعل هذا النص يواكب هذا الحال الذي تعيشه تمام دون أن تخلى بركن المكان الأصول التي تكلم فيها أهل العلم ده عين التجديد الذي أراه يعني أن النص يواكب العصر رأسه عندك كثير جدا جدا أقوى الأهل العلم وعندك كثير جدا الأصالة والمعاصرة أه طبعا أتصح التعبير يعني أرى كالله فيكم أرى كالفكم دكتور أهسان الله عليكم أرى كالله أزاك الله الله وقدر لكم أرى كالله فيكم دكتور عبد الله الله يفيد ربنا نرفع قدرك يا دكتور أمين يعني منطق عجيب ما شاء الله في الدعوة من فضلتك يعني بسم الله ما شاء الله أرى كالله وأنا من المستوى الشخصي أتابع حضرتك يعني مشارفك بي بنرفع قدرك يا دكتور الأيام القادمة بقى ماذا عن المفاجآت اللي في جوعبت فضرتك كده أو اللي عند حضرتك بالنسبة لأسيد المشاهدين من خلال برنامج حضرتك كرامكم الله وتعالى هو نحن بدأنا مع قناة الرحمة منذ سنوات وكان أول بداية لنا مع قناة الرحمة كان برنامج تربية الأبناء في الإسلام وأخذنا فيه شوطن وحلقات ثم من الله عز وجل علينا ببرنامج آخر وهو أحباب الله يحبهم ويحبون من يحبهم الله عز وجل كما ورد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العام وفقنا الله سبحانه وتعالى لبرنامج مواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقيقة أنه عرض هذه المواقف بصورة كما تفضل فضيلة الدكتور صورة تناسب الواقع وتناسب نأخذ منهم القدوة في حل مشكلات عصرنا يعني يعني أنا مش بحك وخلاص لا أبدا أستغلص الأبرة وصعت على الواقع ولذلك هو البرنامج هو مواقف مواقف من حيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل حلقة نعيش مع أحد الصحابة في جانب من جوانب حياته والحقيقة جوانب حيات الصحابة ليست مقتصرة على الجهاد فقط يعني أحيانا لما بنحكي مواقف من حيات الصحابة بعض الناس بيتخيل سورة الصحابة في زهنه مجاهد هو أمنه مجاهد رجل يحمل سيفه ويسير في الأرض ينشر دين الله سبحانه وتعالى وإن كان هذا هو طبعا كان همهم الأول يعني أو كان همهم الأول لكن هي القصة كانوا يعيشون حياتهم بهذا الدين ولذلك أنا في مقدمة البرنامج أقول هؤلاء عاشوا بهذا الدين فسعدوا في الدنيا وبشروا بسعادة الآخرة فماذا لو عشنا نحن أيضا بهذا الدين في عصرنا لا نقول سنعيش حياتهم كما عاشوا وإنما سنعيش بديننا وبقرآننا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هم عاشوا في عصرنا هذا وبمفردات عصرنا هذا نحن نعيش دين الله سبحانه وتعالى وليس شرطا أن نعيش زمن الصحابة أو زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الدين صالح للتطبيق في كل زمان ومكان فهو صالح لأن يسعدنا نحن كما أسعدهمهم ولذلك مواقف من حياة الصحابة يتعرض لمواقف اجتماعية من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل الزوج زوجته يعني كيف إذا حدثت مشكلة كيف يحلها الزوجان بعض الناس متخيل برضو أن عصر الصحابة كان هؤلاء الصحابة معصومون من الخطأ فكان ليس بينهم تقاضي ليس بينهم واحد بيشكوا واحد إلى القاضي مثلا يقول لك لا 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 أبدا دول كانوا ملك أبدا الصحابة لم يكونوا معصومين ولذلك كان يحدث بينهم بعض الخلافات وكان في البيوت تحدث المشكلات لكنها كانت تحل يعني مما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حل مشكلة بين سيدة فاطمة رضي الله عنها وسيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهها يعني عندما يذهب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابنته فاطمة فلا يجد زوجها وكأنه يستشعر أن خلافا ما قد حدث من وجه ابنته رضي الله عنها فيقول لها أين ابن عمك ويقول الشراح إنه اختار أن يذكرها بأنه ابن عمها فأين ابن عمك لم يقول أين زوجك أو أين علي أين ابن عمك فالسفة علي وكاني بترباءه من سيدنا النبي صلى الله عليه أحسنتم بارك الله فيكم فتقول كان بيننا شيء فخرج الله الله وانظر هنا أيضا إلى درس جديد كان كان بيننا شيء أنا أحسنت ثم شيء ولم تخبر حتى أباها بما كان بينها وبين زوجها النهاردة يا سيدنا بن جيش جيش هنا وجيش هنا ومعسكر هنا هذه مشكلة وانطلقوا يا جنة هذه مشكلة نعم ولذلك ده موقف بنتعلم منه نعم فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويبحث عن زوج ابنته ويقول لأحد الصحابة انظر لي أين هو فيدل على أنه في المسجد فما قال له اتني به ولكن ذهب هو صلى الله عليه وسلم بصفته أبو هذه الزوجة إلى الزوج وجعل ينفض الطراب عن ظهر سيدنا علي وقد نام في المسجد وحملت الريح عليه التراب ويقول له قم أبا تراب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا موقف من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو وظفنا هذا الموقف في حياتنا معاصرة لتلاشت مشكلات كثيرة سيدة أسماء رضي الله عنها وهي زوجة سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنها وهو مبشر بالجنة سيدنا الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة لكن كان معروفا بشدته على أهل بيته كان معروفا بشدته مع زوجاته وكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وي ذات النطاقين تذهب فتشكو ما تراه من شدة زوجها إلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضى فإذا به رضي الله عنه يقول لها يا بني اصبري فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها ولم تتزوج غيره كانت معه في الجنة هذه وصية أبي الزوجة لابنته في حسن التعامل مع زوجها المواقف دي سيدي الكريم ينبغي أن نأخذها ونطبقها في حياتنا المعاصرة هذه مواقف من حياة الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما يلاحظ أن زوجة سيدنا عثمان بن مضعون مثلا يعني قد أهملت في نفسها وأهملت في زينتها أو كذا ويبدأ يعني يبحث النبى عليه الصلاة والسلام عن سر ذلك فتقول إن زوجها صائم النهار قائم الليل ولا حاجة له في الدنيا ولا حاجة له في كده دي برضو نموزج تاني برضو بنحتاج إلى معلقة نعم إذا كنا نتكلم عن حق الزوج دي بقى الجنب على أقصى بقى حق الزوجة نعم نعم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويقول رغبة عن سنتي يا عثمان فيقول سنتك أريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم ونستشف من ذلك فضيلة الدكتور وأسفة المقاطعة نعم أن الدين ليس يا دكتور نبيل من واقع المواقف التي ذكرها فضيلة الدكتور عبدالله ليس بمعذرنا عن الحياة أحسن فلما المشكلة الآن؟ هذه المشكلة في التطبيق أو المشكلة في الفهم ولحنا بصراحة كدعاء مش قادرين نواكب العصر ونروح للشباب بالطريقة اللي تناسبهم أو إن شئت فقل يعني الكل مشترك فيما نحن فيه من حيث التقصير يعني لو كان سهما واحدا لا اتقيته لكنه سهم وثان وثالث نعم الإشكالية عندنا في أنا دايما بقول يا جماعة مشكلة المشاكل الانفصام في شخصية المسلم الانفصام في الشخصية الإسلامية الناس يفصلون بين العبادات والسلوكيات خلاص وده طب طب وده ما كانش معروف أبدا في الجيل الأول الجيل الفريد جيل الصحابة وعلى رأس هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان المرء في المسجد كخارج المسجد تعامل بتعاليم الدين التي أصلا هي تناسب الفطر السليم ذلك الدين القيم خلاص ربنا سبحانه وتعالى إنما شرع هذا الدين وعلم سبحانه وتعالى ما يناسب وما يوافق الشخصية الإسلامية أو الشخصية العبد بصفة عامة فجعل هذا الدين المبارك كيف عاش النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عاش الصحابة وظن الله تعالى عليهم يعني لم يمنعوا أنفسهم من الدنيا كما يظن البعض وكما تفضل أخونا الدكتور عبد الله ولم يتركوا الآخرة فاهتموا بدنياهم على حساب آخرتهم لا إنما مبدأ الموازنة دوازن نعم بين الدنيا وبين الدين خلاص بين المتع التي أباحها الله عز وجل لك يا أخي عيش أنت مسلم عيش وتمتع قل من حرم زينات الله التي أخرج لعباده إن أرضى عدنا بنرى خلطا كبيرا جدا جدا خلاص حتى شبابنا ما عادش قادر يعرف إيه الصح من الغلط خلطا في المفاهي يعني أنا لو مثلا هل يجوز لي نانا مثلا أخذ ولادي واطلع مثلا مكان معين أغير جوه ده حرم والحلال مباح لننا ألبس اللي أنا عايز ألبسه ولا لا الموازين مختلفة ليه؟ لأن الاشتراك كل سواء الدعاء خلطا في المفاهي طبعا عشان كده كنت عملت صحيح المفاهيم عملت صحيح المفاهيم والآن أنا بعمل يعني الموسم الثاني أو الثالث على ما أذكر وصايا وصايا جامعة نعم خلاص وصايا جامعة ليه؟ لأنك لا تكاد تجد يعني آية من كتاب الله إلا وهي وصية خلاص توصي بشيء معين ولا تكتر لفظا من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إلا وهو يريد به إصلاح شيء معين أو جانب معين من جوانب حياة المسلم بصفة عامة كذلك الحياة الإسلامية أو الحياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسيرة السيرة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان زوجا وكان أبا وكان شابا وكان فقيرا وأغناه الله عز وجل بالخمس وكان رجلا كبيرا وكان مجاهدا ويعني في كل مراحل حياة الإنسان كذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع زوجها وعاش لا وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنفسهن خلاص منهم من كانت كبيرة ومنهم كانت عالمة ومنهم كانت صغيرة ومنهم من كانت مريضة كل التنوع ده ليه وذلك أنا بقول لك يعني أنا بقول ده دين الفطرة يعني دين الفطرة لا تكاد تجد إشكالية ولا شبهة في دين الله عز وجل إلا والرد عليها يسير جدا جدا لكن يعني يحتاج هذا الرد إلى من يرى بعين قلبه بعين قلبه يرى دون أن يكون يعني في جهة من الجهات ويرى بدون هوا هو النبي عليه الصلاة والسلام ليه عدد الزوجات بكل بساطة وأقول لك شهواني وأتني أقول لك أصلك أن المجتمع البدى وكذا كل ده يا جماعة ما ينفعش لأنك لو رأيت كيف تزوج أو من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أول زوجة خلاص قضي الأمر خلاص امرأة عندها خمسين سنة تمام فقضي الأمر لأن يا جماعة في أصلا أشياء لم ينقلها إلينا إلا أمهات المؤمنين أشياء قد تخفى لو تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زوجة واحدة ما نقلت أم سلمة وما نقلت عائشة وما نقلت حفصة وما نقلت جوائرية وما نقلت قديجة يعني من أعلمنا أو من علمنا أن المرأة يجوز لها أن تمسح على خمارها في الوضوء لا عندنا آي ولا حديث خلاص ولا قول صحابي من أصحاب الرسول عليه السلام وصعب أن اللي علمك ده صحابي أو رجل يعني خلاص أنت تعرف من أي خلاص فتجد أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها كانت تمسح على خمارها جربت كلامنا منين أكيد تعيش مع النبي عليه السلام في بيته فأقر النبي فعلها فمسحت عليه خمارها فأقره النبي عليه السلام فنقلته إلى الأمة سنعائشة الفقيهة التقية كيف نقلت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالشاهد أن مسألة ما نحن فيه الآن ما نحن فيه الآن سابق الإنفصام وعدم الموزنة بين الصح والخطأ الحق والباطل الدعاء عليهم كيف نعم عليهم وأنا لا أبرق نفسي يعني لأن في مثل هذه الأشياء يبغى أن يبرز صوت الدعاء ويبغى أن يتكلم لا سيمة من لهم يعني تمكين أو لهم منبر دعاء ويتكلمون من خلاله لينصحوا الناس وليبينوا للناس لكن أنا بقول وبناشد جماهيرنا وبناشد كل المسلمين الرحمة مطلوبة والرأفة مطلوبة واللين في العرض مطلوب بلما رحمته من الله لكن الغلزة والقسوة الشباب النهاردة معذرون الشباب معذرون يعني ما يأتي شاب وجاء شاب بأن النبي يستأذن في الزنة ولو حدث هذا مع إمام من الآئمة أو حد من الذين يدعون إلى الله سبحانه ممكن أن تبقى كارسة الرجل الذي تبقى في المسجد الرجل يتكلم والنبي يصلي في أشياء لابد أن تأخذ ولذلك إحنا في وصايا جامعة بنخذ وصية من وصايا القرآن أو وصايا السنة أو وصايا حتى علمنا العلماء ونعرضها تمام العرض الذي يليق بما نحن فيه الآن بما نحن فيه الآن ويخاطب كل العمار وكل العقول بحيث أن الناس تستفيد من هذا العرض اللائق بما يواكب كما أقول أو كرر العصر الذي نعيش فيه بين الوصايا والمواقف تقارب كبير يعني نعم ولعل في ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى لأن تكون هذه الفقرة على هذا النحو الطيب الماتة يعني سادة كبار حتى في اختيار البرامج في توفيق كبير لكن ملف تنتباهي كمان دكتور عبدالله هو أن حتى الأسماء مش بعيدة عن الواقع يعني تم محتاج لمواقف عشان تترجم محتاج لوصايا هو وصايا ما تكون الخلاصة في الآخر يعني حتى الأبحاث العلمية أقول لك الأدم يوصل الباحث يعني نعم طيب أعود إليك أيضا من حيث انتهى دكتور نبيل وهي قضية الانفصام الانفصام النوعي أو الانفصام في بعض الشخصيات المتواجد الآن وبالتالي تمنى تمخض أو الكشف عن حالة عبر منصر التواصل الابتماعي تستشعر أحيانا أن هناك تصطيح كبير جدا على غالبية كبيرة جدا دون مبالغة في الاسلامية أولاد الشباب أنت الآن يا سيد الفاضل إلي الآن لو ما عملت الشير اللي بطت معملة بالفوتوشوب ومحضت على دماغ أرنب اعلم أن الشيطان قد منعك وفي المقابل شيء فيها مادة علمية محترمة أو فيه له قيمة تجد يعني يعني صعوبة في الوصول وصعوبة في الفهم نعم المعالجات كيف لنا أن نعالج يعني إضافة إلى ما قاله أستاذنا الدكتور جزاء الله تعالى خيرا نحن بحاجة إلى تقديم القدوة تقديم القدوة نعم وبحاجة إلى محو أمية دينية عند كثير من الشباب محو أمية دينية نعم كيف يعني هو عنده أمية دينية ما تعلم في البيت أمور دينة وربما لم يذهب إلى المسجد كثيرا فلم يتعلم انشغل في المدرسة بالدروس الخصوصية وبكذا والمادة الدينية ضعيفة التي يتناولها فأصبح عنده يعني شبه أمية بدينه ولذلك المسئولية يعني لابد أن تقع على الجميع على البيت أولا ثم على المسجد ثانيا ثم على المدرسة أو المعهد ثالثا وقبل ذلك وبعده على وسائل الإعلام ولذلك الإعلام الهادف صلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحابه أو من أهله هذه رسالة قوية وتصل إلى يعني عقر دارنا وتصل إلى أسماع زوجاتنا وإلى بناتنا وأبنائنا لابد من التكاتف ليعني تعليم أولادنا الدين وتعليمهم الدين يمحو أو يعصمهم من أمرين من الجهل أولا ومن التطرف ثانيا لأن حضرتك لو ما وصلتلوش الرسالة الوسطية للدين الصحيح لابد أنه سيسمع خطابا متطرفا آخر يملأ هذا الفراغ صادف قلبا فارغا فتمكنا وخدبال حضرتك فأحنا مش عايزين هذا الفراغ عايزين نملأ هذا الفراغ بحب النبي صلى الله عليه وسلم حب رب العالمين قبله ثم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وده هدف من أهداف البرنامج وهو تقديم القدوة في زمن ربما يعني القدوة في نادرة ولا نقل معدومة واحترام القدوة أصلا نادرة يعني حتى لما يكون في قدوة احترام القدوة واحترام الرموز أصبح نادرة يا سيدنا الدكتور أكرمكم الله ولذلك يعني الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم دائما وهذه الأمة أمة مرحومة وفيها الخير إلى يوم القيام التركيز فقط على القدوات الناجحة في عصرنا وكذلك التركيز على القدوات في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سيدنا بن مسعود يقول من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما يعني هؤلاء الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني إضافة إلى ما يعني أؤيد ما ذكرتمو من أنه إذا كان الصحابة بعددهم الكبير نقلوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج بيته فإنه كان لابد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عدد من الزوجات ينقلون لنا النصف الثاني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم داخل هذا البيت وهو بعيد عن الصحابة لا يدخلون معه إلى بيته فالشاهد نحن بحاجة إلى أن نقدم هذه القدوة هذه النمازج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كقدوة لشبابنا الأمر الثاني أنه لن يتخذ الصحابة قدوة إلا إذا أحبهم يعني الصحابة اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما ملأ حبه قلوبهم الطاهرة بمعنى أنهم أحبون لدرجة أنهم كانوا يقتدون به في أمور لم يأمرهم بها يعني مجرد رأيناك فعلت يا رسول الله ففعلنا يعني مجرد أنهم يرونه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فكذلك نحن نريد أن نملأ القلوب بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم إذا أحبوا الشباب إذا أحبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بهم طيب والإنسان متى سيحب الصحابة هو لا يعرف عنهم شيئا من جاهل شيئا عاداه طيب كيف سيحبهم لابد أن يتعرف عليهم وسيدنا الإمام مالك كان يقول إن السلف الصالح كانوا يعلمون أبنائهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن أو كما يعلمونهم السنة فده منهج منهج تربوي إنك تعلم أبنائك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومواقف مشرقة من حياتهم الأمر المهم إنه فيه هجمة شرسة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من غلات الشيعة وتصوير الصحابة على أنهم ظلموا آل البيت وإن هناك عداوة بين الصحابة وبين آل البيت والنفخ في هذه القصة لا الصحابة ما كانوا كذلك الصحابة كانوا أطهر الناس وأنقى الناس قلوبا وكانوا محبين لآل بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفون قدرهم ومحبتنا لآل البيت لا تعني أبدا أن نتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نحن نحب هؤلاء وهؤلاء ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل البيت أنفسهم كانوا يعرفون للصحابة قدرهم يعني سيدنا زين العابدين نعم علي بن الحسين رضي الله عنه لما دخل عليه أحد الجهلاء وظن أنه إذا يعني انتقص من الصحابة ينال قدرا عند زين العابدين أنا فكر أن كلا بيأخذ وش الله ينور على حضرتك فقعد ينال من الصحابة ويسب وكذلك فسيدنا زين العابدين أراد أن يعلمه من القرآن فسألوا سؤالين هو أنت من المهاجرين أم من الأنصار واخذ بالحضرتك أأنت من الذين من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أخبرني أيها الرجل أنت واحد من المهاجرين قال له أبدا قال له طيب أأنت من الأنصار أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسي فأولئك هم المفلحون طيب من تشمن المهاجرين يبقى من الأنصار قال له أبدا ولا من الأنصار قال له أنت شهدت أنك لست من المهاجرين ولا من الأنصار وأنا أشهد أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا شوف المنهج النبوي والمنهج التربوي عند آل البيت أنهم يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ويصدون من يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المنهج الذي نريد أن نعلمه لشبابنا أن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحب هؤلاء جميعا إنما هو حبا في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نعبد الله تعالى بعبادة الحب نحب الله نحب رسوله نحب آل بيت النبي نحب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما عبد الله بالكره نحبهم في الله عز وجل يحبهم ويحبونه كما قلتم بارك الله فيه في جعباتي عشر دقائق وأنا الآن يعني جاءت إلي فكرة في الخمس دقائق الأولى نأخذ وصية من الوصية دكتور نبيل على غرار وصية جميعا وفي الخمس دقائق الأخرى نأخذ موقفا يا دكتور عبد الله على غرار موقف نعم دكتور نبيل بماذا تجود علينا وعلى السادة المشاهدين من وصية تصلنا بإيه هذا جيد ويعني كل كلام النبي وكل كلام الله عز وجل يحتاج مننا إلى أن نقف معه وأن نتأنى في عرضه وأن نستخرج منه ما ينفعنا في الدنيا ويكون لنا ذخرا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى وليوم يعني أوصي نفسي وأوصي يعني المشاهدين وأخواننا المسلمين في كل مكان بوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء الله تركه ما لا يعني ما لا يعني نعم وذكرت هذه الوصية يعني خاصة لأنني أرى أن غالبا مشاكل المسلمين لعدم تنفيذهم لهذه الوصية لو نظرت حولك في مجتمعاتنا ومنتدياتنا لوجدت أن الناس في أحاديثهم ومنتدياتهم وحواراتهم لا يهتمون بأنفسهم إنما يهتمون بعرض نقائص غيرهم بعرض نقائص الناس وبعرض زلات الناس والخوض في أعراض الناس تمام وينسون أن الذي يعني يقرر عند الله سبحانه وتعالى والذي يعني له قدر عند الله سبحانه وتعالى لا الأشكال ولا الصور إنما تقوى الله عز وجل هي الميزان هي الميزان فكل إنسان فينا لابد وأن يلتزم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لينجو في هذه الحياة وليصل إلى الله سبحانه وتعالى وهو سائر إلي وهو سائر إلي عندنا قاعدة وضعها الأصليون يقولون المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا سيما إذا كنت عند أحد مثلا له ما له من أجغال أو من أعمال أو كذلك ينبغي علينا أن يفطن كل إنسان أن لكل إنسان خصياته كل إنسان في حياته خصيات لا تقتحم عليه هذه الخصوصية ولا تجعل نفسك حكما عليه ولا حكما على حاله الذي هو فيه ودايما دايما التزم يعني التمس الأعزار لغيرك يعني يعني دايما إنسان يكون رحيم يكون عنده التمس للأعزار وكل شيء سيء الظن كل هذا في باب يعني من حسن إسلام المرء يتركه ما لا يعني والرجل الذي التلميذ الذي دخل على أو ترك الباب على أستاذ له يعني في أقل من دقيقة يعني لما دخل عليه فقال من بالباب قال عثمان قال عثمان طبعا معروف أن عثمان ممنوع من الصف لا ينون فقال له الأستاذ بل عثمان بل إيه عثمان بل عثمان فانصرف التلميذ انصرف التلميذ لأنه ومعنى أنه قال بل عثمان يعني مصروفا صرفه خلاص وضع نونا خلاص فتركه ومضى فإنسان يكون لماح إنسان لا يقضحم على الناس حياتهم يعني بس عثمان ده بصراح قدمهه على ياركس يا أجب ده استاذ في اللغة لماح والله الأمر يعني الأمر يحتاج إلى يعني مزيد يعني عميت الشباب بالوقت على الفيسبوك يقول لك يا عم كفاية هد كفاية خالص والله يعني كل واحد بس يخلم له من نفسه خلاص حتى يسلم تحياتي لك دكتور وصية غالية بس أن الدكتورة عبدالله موقف موقف يعني مواقف حياة الصحابة كثيرة جدا لكن دعنا ننتقي منها هذا الموقف سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في شأنه هذا خالي نعم فليرني امرء خاله نعم رضي الله عنه أرضى يمر على سيدنا عثمان ابن عفان فيلقي عليه السلام فينظر إليه سيدنا عثمان ثم لا يرد فإذا بسيدنا سعد ابن أبي وقاص يذهب ليشكوه إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وهنا يعني موقف عجيب أنه أولا سيدنا سعد ابن أبي وقاص ما أساء الظن بسيدنا عثمان وما قال كما يقول بعضنا الكبر على أهل الكبري صدقة أنا سلمت على فلان ورد ومردش علي وبصيلي كده من فوق اللي تحت ومردش علي ده متكبر وده متكبر أنا يعني هعالج هذا الكبر بإيه بالكبر بمصيبة تانية أخرى يعني بما أن هذا الكبر شيء في القلب لا يطلع عليه الإنسان نعم فمن أين اتهمت أخاك بالكبر بالكبر ثم عالجته بالكبر بمصيبة أكبر وهي الكبر لكن كان عندهم حسن ظن رضي الله عنهم أجمعين ما هذا الذي يجعل أخي وحبيبي أسلم عليه ولا يرد علي السلام فذهب إلى سيدنا عمر بن الخطب وقال يا أمير المؤمنين أحدث في الإسلام شيء قالوا قالوا ماذاك يعني يا دكتور دماغه يعني ممكن السلام نعم يعني لماذا شغل عثمان بهذه الطريقة يعني قال ما هذا يعني ما الأمر قال مررت على عثمان سلمت عليه فلم يرد علي السلام يعني مساحة كبيرة من العذر نعم أني فكر أحدث في الإسلام شيء وأيضا توفيق عالي في العرض نعم ثم سيدنا عمر رضي الله عنه بصفته أخا للاثنين إذا به يسعى للصلح بينهما فاستدعى سيدنا عثمان قال له ما منعك أن ترد على أخيك إذ سلم عليك نعم قال له ما حدث نعم ما رأيته نعم قال له عثمان سيدنا سعد بل حدث قال ما حدث وظل يتجدلا ثم إن عثمان رضي الله عنه تذكر وقال بل كان فعلا بل كان لكنني تذكرت دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرت أول دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذكرها إلا ويتغشاني ما رأيت يعني أكون كده في شبا مش مركز مركز فيها أوي وحزين إنها فتتني الدعوة دي قال سيدنا سعد إني لأعرفها ما هذه الدعوة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر أو ذكر لنا أول دعوة ثم دخل أعربي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي كان بقول لهم هناك دعوة ما سأل مسلم بها ربه إلا استجاب الله عز وجل له ثم دخل الأعربي فقطع الرسول عليه الصلاة والسلام الكلام وشغل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا سعد فخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتعلم بقية الحديث بقية الدعوة ما هي يا رسول الله هذه الدعوة يقول فلما هم بالدخول إلى بيته ضربت في الأرض بقدمي فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال أبا إسحاق قلت نعم يا رسول الله قال له ما شأنك قال لا شيء إلا أنك يا رسول الله ذكرت لنا أول دعوة ثم داخل الأعربي فلم تكمل فقال له صلى الله عليه وسلم إنها دعوة أخي ذنون أو ذنون صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم سيدنا يونس عليه وسلم وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين لم يدعو بها مسلم في شيء إلا استجاب الله عز وجل لا إذن هذا موقف فيه دروس عظيمة لو حللناها فيها حسن ظن بالمسلم فيها التماس عذر للمسلم فيها إصلاح بين المتخاصمين هكذا ينبغي أن يتكون حياة المسلم فإذا استفدنا من هذه المواقف تطبيقا في حياتنا المعاصرة لتغيرت حياتنا إلى أحسن حال وبخاصة الجانب الاجتماعي في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم ان الحب والتقدير الأرفاد والامتنان ليظف للافاضل في هذه الفقرة الرائعة والماتعة سعدت بهما كثيرا وتعلمت منهما كثيرا في هذه الفقرة شكرا لصاحب الفضل والفضيلة فضيلة الدكتور نبيد المرسي من السادة ولماء الأزر الشريف وكم ان الحب والتقدير لفضيلة الدكتور عبدالله ذرويش أيضا من السادة علماء الأزهر الشريف ولكم مني الحناءة قلب شكرا جزيلا بساعدتك كثيرا شكرا دكتور شكرا دكتور أيها السادة ما زلنا معكم أن أتواصل معكم وبكم في رصد مشاركات السادة الأفاضل من السادة علماء الأزهر الشريف وقناة الرحمة الفضائية الشكر موصول أدى لكل سادة الزملاء من فريق العام الخلف الكاميرات والإداريين والفنيين والبرامجيين والجميع لكل صاحب الجهد شكرا لكم جميعا أيها السادة ما زلنا معكم وبكم كونوا معنا